السلام عليكم اهلا وسهلا بكم من جديد معكم احمد خلاف هنتكلم في شرحنا النهاردة عن تلفون ريلمي سي سبعة وستين تمام التلفون ده لسه نازل جديد في السوق تمام فكذا في ناس كتير عايزة تعرف تفعل خيار مطور البرامج تمام فاحنا هنتكلم في شرحنا النهاردة ازاي ان انت تقدر تفعل خيار مطور البرامج بطريقة سهلة وبسيطة في تلفون ريلمي سي سبعة وستين فتابع معي الشرح بها عشان تعرف الطريقة بسم الله والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بكم من جديد معكم احمد خلاف هنعرفك النهاردة ازاي ان انت تفعل خيارات مطور او خيارات مطور البرامج تمام في تلفون ريلمي سي سبعة وستين تمام بطريقة سهلة وبسيطة وبخطوات بسيطة جدا هتقدر تفعل خيارات المطور كل اللي انت هتعمله هتبدأ تدخل لي الاعدادات هتدور على ايكونت الاعدادات تمام ومن الاعدادات هتطلع معك ايكونت الاعدادات زي ما انت شايفها كده هتبدأ تضغط عليها هتستنى لما تفتح معك الواجهة اللي انت شايفها ديت هتسحب الشاشة كده لتحت زي ما انت شايف وتيجي عند إبقائه حاجة اسمها لمحة عن الهاتف مكتوبه ريلمي سي سبعة وستين هتضغط عليها هتتنتظر شوية هتطلع معك الوجهة اللي انت شايف ديت من الوجه ديت هتبدأ تسحب كده تمام هتيجي عند حاجة اسمها الاصدار تمام هتيجي عند الاصدار تضغط عليه هتطلع معك الواجهات اللي انت شايفها ديت اللي هي الارقام الخاصة بالاصدار بتاع التليفون بتاعك. هتيجي عند حاجس مع رقم الاصدار دوت وهتبدأ تضغط ضغطات متتالية وربعة عند رقم الاصدار هتبدأ تضغط زي كده ضغطات متتالية. تمام? هيبدأ يقول لك حط الرقم التعريفي او الباسورد اللي انت اعمل به التليفون بتاعك هتبدأ تحط الباسورد. تمام بعد ما تحط الباسورد هتبدأ تضغط على السهم دوت اللي انه معلم لك عليه. هيطلع معاك لقد اصبحت الان مطور برامج كده المطور برامج اه اتفاعل معاك تمام على التليفون بتاعك تمام? عايز تعرف مكان مطور برامج فين? هترجع كده للقائمة الاولينية اللي هي قائمة الاعدادات. هتلقى في حاجة اسمها النظام. الحاجة اسمها النظام اللي انا معلم لك عليها ديت هتبدأ تضغط عليها. تمام? هتدخل اتقل بكده هتلقى في حاجة اسمها خيارات خيارات المطورين. خيارات المطورين ديت اللي افضغط عليها. هي ديت خيارات مطور البرامج تمام? ده بكل بساطة مضح حلقتنا النهاردة. متنسوش الاشتراك والسلام عليكم.